في محاولة لمواءمة التوقعات بين إدارة بايدن وحكومة نيتانياهو اليمينية بمركباتها المتطرفة غير المقبولة على الأمريكيين حاول مستشار الأمن القومي الأمريكي في أول لقاءات رسمية مع عركانها التشديد على ضرورة استمرار التنسيق حول مواجهة إيران وتجنب المفاجآت ولجم سياسة الاستيطان ومنع انفجار الوضع في الأراضي الفلسطينية فيما أوضح نيتانياهو أن أولوياته تبقى منع إيران نووية ورفض العودة لاتفاق معها أنا مقتنع من خلال العمل المشترك معا يمكننا مواجهة التحديات واستغلال الفرص ما يقوي التحالف بيننا والجهد المشترك لوقف برنامج إيران النووي أنقل تحيات الرئيس بايدن الملتزم بعمق بأمن إسرائيل وأمريكا ملتزمة بإسرائيل التزاما فيه مبادئ مشتركة ونعمل بشكل مشترك لمواجهة التحديات والفرص سوليفان التقى وزيري الدفاع والخارجية الإسرائيليين والرئيس الإسرائيلي كما زعيم المعارضة أيضا وليس من باب المصادفة أن يطلب الأمريكيون من إسرائيل تجميد خطة استيطانية في القدس الشرقية المحتلة بالتزامن مع زيارة سوليفان وأن تشمل الزيارة شقا فلسطينيا في محاولة للربط ما بين حاجة إسرائيل في الملف الإيراني ورغبة واشنطن في عدم تدمير حل الدولتين على الأرض تماما الإدارة الأمريكية عليها أن تعمل على وقف كافة الإجراءات أحاديت الجانب من الجانب الإسرائيلي ومن أجل فعلا أن نتمكن من إيجاد نوع من الهدوء والاستقرار في الأرض الفلسطينية المحتلة في رمالة التقى سوليفان الرئيس الفلسطيني ومدير المخابرات وسمع تحذيرا فلسطينيا من انفجار الوضع الميداني وإنهاء الحل السياسي ومطالبة بالوفاء بتعهد الإدارة الأمريكية بعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية المحتلة زياد حلبي الحدث القدس الغربية